روى الإمام أحمد الرويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع ويستفاد من هذا أنه يجوز أن يذكر الإنسان باسمه ولا قضضة في ذلك لكن المعروف لدى العلماء أن أفضل ما يتشرف به العبد أن يكنى بأحب الكنى إليه ولذا قد يكني النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في بعض الأحيان في إليه هذا وإليه هذا